فالتلاميذ سألوه هو الحالة دي ده الرجل 40 سنة بس مولود أعمى مولود أعمى يعني ودي حالات نادرة في الطب يعني الكرة بتاعة العيد مش موجودة يعني التجويف موجود وعليه رموش كده لكن من جوه فاضية ربنا يحمل كل في عملية استقصال لكرة العيد في بعض الحالات فالمنظر بيبقى مش مريح خالص بيبقى صعب وده مولود كده أجاب يسوع لا لأ في الحالتين لا هذا أخطأ إذا ما تحدش يقول أنه تولد نتيجة خطايا قبل ما يكون موجود طبعا ولا أبواه يعني فيش علاقة طبعا كلمة ولا أبواه أخطأ مش مقصود أن أبوه أمه عمره أمه غلطه مقصود ما فيش علاقة لأنه بيقول لك لكن لتظهر أعمال الله اللام هنا لام التعليل هو تولد بعاها كي تظهر أعمال الله فيه يعني ده جي اليوم اللي ربنا يتمجد من خلال الضعف البشر إذا حتى الآلام اللي موجودة في حياتنا اللي احنا ملناش دور فيها بتبقى مجال لمجد الله يعني الحوادث وبعض الأمراض اللي ما يكونش سببها خطيئة واضحة هنا ده مجال لتظهر أعمال الله فيه ممكن تحصل معجزات ممكن تحصل توبة وبالتالي حياة أبدية يبقى ربنا تمجد من خلال الألم ده زي ما هيتمجد هنا أنه لما يخلق له عينين جديدة طبعا كل اليهود البسطاء خلاص محاش هيكلم ده المسيح من اليوم في المية فيتمجد المسيح بعمله لكن اللي مش عاوز يشوف ما بيشوفش لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه هنا سؤال مهم هل معنى كده أنه كل مرض مرتبط بالخطيئة لا لأن في يحنة خمسة لقينا أن المخلع مريض بيت عزدة 38 سنة لما قابله في الهيكل قال له لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشار الآية دي المقولة دي توحي أنه في علاقة بين شر المرض وشر الخطيئة اللي بيتقال هنا في يحنة 9 بتقول ما فيش علاقة إذن بعض الحالات ممكن يبقى في علاقة ودي منطقية جماعي يعني واحد مثلا بيشرب خمرة كتير فالكبد بأز يبقى السكر وصله أنه مخط لخبط أو الكبد يبقى هنا المرض مرتبط بخطيئة الحالات الانحرافات الجنسية كتيرة مرتبطة بأمراض جنسية وأختارها الإيدز مثلا يبقى الشر ده وصل لأمراضه لكن واحد جاء له كانسر من لا مش ده ما فيش علاقة بالخطيئة ده بسمح من الله عشان تظهر أعمال الله فيه وأعمال الله اللي تظهر فيه مش مقصودة بالمعجزات بس لأن المرض ممكن يتعمل فيه معجزة ويتمجد الله في المعجزة لكن الأهم من المعجزة عند ربنا أن المرض يوصل الإنسان الثامن فالتوبة هنا أهم من المعجزة لو الإنسان استفاد من مرضه وقرب من ربنا دي أهم من المعجزة لأن المعجزة تدي له كم سنة تاني في عمره يعني طب بعدين ما هيموت برضو لكن لو استعد للسماء يبقى حصل تغيير هنا تظهر أعمال الله فيه يتمجد الله في توبة المرض أو تنقيته ممكن يكون إنسان صالح ويجي له مرض هنا مش ضروري يكون بيسيب عملة سودة أو حياة وحشة لا بيزداد نقاوة فبالنسبة للسماء بياخد درجة عالية لما الواحد يفترض أو يحط بيقاله كل ناس هتموت كده كده يعني مغض النظر هيعيشوا فترة قد إيه يبقى الأهم دايما المصير الأبدي وده اللي ينطبق عليه أعمال الله لأن الله جاء مش عشان يلغي الأمراض من الحياة الأرضية جاء عشان يوقف حكم الموت الأبدي ده المهم ده الأخطر ده عمل الله لكن كان على الألم المسيح نفسه تألم فالألم نفسه في نظر المسيح مش شر يعني يكون واحد يتوجع مسيح توجع ومن العدرة لما شافت المسيح متعلق على الصليب هو في وجه أصعب من كده فالألم النفسية أو الجسدية مجال اللي عمل الله مش شر في ذاته الشر هو الخطيئة بس لكن الناس عشان مش بتحب الوجع ساعات تقول على الألم شر زي مثلا أيوب لما قال الخير ونقبل من الله هو الشر ولا نقبل هنا ما كانش المعصود الخطيئة التجربة الوجع نفسه الحزن الصعب ده قال هنقبل ومن ادربنا زي ما قبلنا الخير قبل كده لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه يبقى محدش يفتكرها ما ناخدهاش بشكله مجرد لا هذا أخطأ يعني مولد أعمى عمره ما عمل غلط أكيد عمر راجل قدلت يعني راجل كبير مش صغير فأكيد غلط أبواه أكيد بيغلطه زي بقية البشر لكن مقصود اللي هو فيه ده مالوش علاقة بالخطيئة ولادته بدون عيون دي حالة صعبة ومؤلمة لكن ده من أجل مجد الله ممكن واحد يقول طب ده ظلم يعني واحد يتعذب عشان ربنا يتمجد استنى بس بص تاني من منظور الابدية كده كده الناس بتتعب في الدنيا بأنواع ما تعب كتير من ساعة الخطيئة لكن الأهم دايما الراجل ده لو كان عينيه مفتحة احتمال كبير كان يسلك زي بقية اليهود ويهلك مش كده أغلب اليهود رفضوا المسيح أغلب بما فيهم اللي شافوا معجزات الراجل ده بالذات من أوائل الناس اللي هتسجد للمسيح كإله يعني الراجل ده يدخل السامن يبقى ولدته كأعمى ده دي حاجة كويسة بالنسبة له لأن هي دي اللي جهزته للتعرف على المسيح ولقبول الإيمان وهيشهد للمسيح بعد كده إذن الألم في حياتنا طريق للسامن طريق لمعرفة الله الألم في حياتنا هو اللي هيمجدنا لأنه كنا نتقلم معه نتمجد أيضا معه الأيام الصعبة اللي في حياتنا هي أكتر أيام هتخدم أبديتنا الأيام السهلة اللي في حياتنا خطر على أبديتنا أيام الراحة والدلع مجل الشر أحيانا لكن الأيام الشديدة قوي المتعبة مجل الصلاة عادة مجل الصراخ من تقلم في الجسد كفة أو كفة عن الخطئية يبقى ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاص بالمجد العتيد فمن حكمة ربنا بيسمح بألام لكل الناس بأشكاء المختلفة الألام دي ممكن تبقى جسدية نفسية من التعاملات من الظلم من الظروف وليكن حسابات ربنا فوق حساباتنا لكن اتجاه ده كله خلاص الناس لتظهر عمل الله فيه لما تدخل في تجربة أو أيام صعبة أقول فرجني يا رب على عملك ده مجال أنك تظهر عملك فيه أنا دلوقتي عاوز أشوف إيدك إيدك دي ممكن تعمل معجزة ممكن لكن إيدك ممكن تطبطب عليه وما تعملش معجزة حلو برضو إيدك دي اللي هتاخدني من شر وتوديني مجال حلو يبقى خير برضو